السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة يا جماعة رجعنا فيديو جديد وهو كيفية تنظيف محرك السيارة من الداخل بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا قبل الشراخ في القلام وتفعيل زر الجرس واللايقات ولو فيه تعليقات عشان نقدم كل موقع جديد نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم المحتوى التي نتكلم عنها النهاردة واحد تنظيف محرك السيارة من الداخل اثنين تنظيف المحرك من الخارج ثلاثة رواصب المحرك اربعة الحفاظ على المحرك النوت الاولى تنظيف محرك السيارة من الداخل يمكن تنظيف محرك السيارة من الداخل بالتوجه لتنظيف سلاسة مواقع رئيسية فقط وهي كما يلي الصمامات وغرفة الاحتراء فلا يوجد الكسين لفعله عند تنظيف المحرك من الداخل سوى بعض الاضافات السائلة الى خزان الوقود او مناطق اخرى والتي توجب بشكل واسع في المتاجر الخاصة ومحطات الوقود النوت التانية حقن الوقود يتم تنظيف حقن الوقود لاستعانة بمجموعة تنظيف خاصة تتصل مباشرة بنظام حقن الوقود وتعتمد على ادخال سائل تنظيف بدلا من الوقود لمدة زمنية معينة ثلاثة الخانق يتم تنظيف الخانق يدويا وذلك بازالك جميع الخراطيم المتصلة بجسم دواسة الوقود والتي تحتوي على الخانق بداخلها ثم الاستعانة ببخاخ التنظيف الخاص از يتم رش ذلك السائل الخاص على الخانق من الداخل مع عدم تشغيل السيارة الا عند الانتهاء من عملية التنظيف كما يمكن استعمال فرشات اسنان نعمة للقيام بالمهمة الا انه لا ينصح ذلك بسبب وجود بعض اجهزة الاسشعار والتي قد تتعرض لتلف جراء استعمال فرشات الاسنان النقطة التانية تنظيف المحرك من الخارج لابد ان تتجمع الاوساق والزيوت على جسم المحرك الخارجي والتي يمكن ازالتها عن طريق بعض الخطوات البسيطة واحد ازالك ما يمكن ازالته من غبار واتربة واوراق باستخدام فرشات التنظيف اثنين تغريف الاجهزة والاسلاك الكهربائية اضافة الى البطارية وذلك لمنع وصول الماء اليها كما يمكن فصل البطارية واخراجها من موقعها خارج السيارة تلاتة تشغيل السيارة الفترة زمنية تصل الى خمس دقائق وذلك لتسهيل عملية ازالة الزيوت والشحوم المترقمة اربعة تطبيق سائل ازالة الشحوم الخاصة عن طريق رشو على المناطق والتي تقصر فيها الزيوت المترقمة وتركوا الفترة زمنية تصل الى خمس دقائق مع الانتباه لعدم وصول السائل الى جسم السيارة خمسة استخدام فرشات للوصول الى المناطق خشنة جدا لإزالة الزيوت والشحوم المترقمة ستة رش المحرك باستخدام خرطوم المياه النقطة التالتة رواسب المحرك ينتمي محرك السيارة الى ما يسمى بمحركات الاحتراء الداخلي والتي تعتمد على حرق كمية من الوقود داخل جسم المحرك لانتاج الطاقة لكن ينتج عن ذلك الاحتراء ما يسمى بالنواتج والتي يتم طرد معظمها خارج المحرك عن طريق نظام العادم ليبقى جزء اخر يترقم ببطء مكون الرواسب تسمى رواسب الاحتراء وتتكون تلك الرواسب بشكل اساسي من الكربون الناتج عن احتراء خليط الهواء والوقود وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على المحرك اضافة الى فقدان الطاقة النقطة الرابعة الحفاظ على المحرك يمكن الحفاظ على محرك السيارة بعض الخطوات منها ما يلي واحد اختيار الزيت الملائم للمحرك اضافة الى تبديله بشكل دوري اثنين فحص المحرك عن زوية الاختصاص بشكل دوري تلاتة تنظيف المحرك من الداخل وبكده جماعي يكون الفيديو انتهى معنا النهاردة يريد ما تنسوش تدعمونا بالشرق في القناة وتفعيل زر الجرس واللايقات والفيت علاقات عشان نقدم كل ما هو جديد نشوفكم في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته